ده جانب آخر متعلق بيه طاقم التحكيم بنحاول القدر إن كان بس نقرق شوية من الكواليس وكل الأمور المتعلقة بيه مباراة الغد عشان نعيش كل الجمهور في الحدث المتعلق بيه مباراة الأهلي وفي يوتشار جانب آخر متعلق بالتغطية الإعلامية والتغطية الصحفية وكيف يتابع الزملاء الصحفيين هذا اللقاء والأجواء في الإمارات الحضوري الجماهيري جاهزية الأهلي لهذا اللقاء كل ده بالتأكد أنا أعرفه دلوقتي من خلال زمننا الناقد الرياضي بالأهرام والكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم أستاذ عبد الحكيم مسائل فل على حضرتك مسائل فل على أستاذ محمد حضرتك وعلى كل مشاهدين قناة الندلاء لو أنت معنا هنا في الإمارات هستاذ محمد ولا إيه ليه بس هتكت تتكلم الاجتماع سغال وعيخلص بعد خمس دقيقة هو الكلام ده فعلا بالفعلة وفيه اجتماع المفروض حسب ما احنا اتحركنا من تقريبا احنا سبنا مثلا طبعا تعرف تمرير الندلاء الأخير النهاردة بيكون فيه ربع ساعة فقط متاحة لوسائل الإعلام ثم خلاص غادرنا المكان فبالتالي احنا وقت ما احنا كماشين لاجمة الحكام والمتحاد الكورم يعني المكان اللي هم موجودين فيه هو أوتيل قدام الملعب الشيخ محمد بن زهد اللي هو صوريته المباراة فعرفنا إن رئيس لاجمة الحكام مجتمع عشان يحددوا الحكام بس أنا يعني واثق أن هو بالنسبة زي ما حضرتك قلت هيبقى محمود البنة لكن هو المشكلة تبقى يعني الطاقم المساعدين وهيبقى النحية الثانية مباراة الثالث والرابة هيبقى الكابتن محمد عادل لمباراة ديراميز وسيراميكا كورواتر أنت عارف يا أستاذ عبد الحكيم يعني مصادرنا موجودة ولينا عصافير كده موجودة في كل حتة فبالحاول نوصل يعني إيه لأضاق التفاصيل لأن برضو تأخير الأسماء يعني ده اللي خلاننا نسأل إيه يا جماعة الموضوع فنشوف في النهاية القرار ونتمنى بالتأكيد أنه فيه لأي طاقم تحكيم يدير هذا اللقاء بس أستاذ محمد عشان برضو نبقى منطقيين هم اللي لابكم اللي موجودة هنا في الإمارات معنا في أبو صابي هم محددين ومعرفين هم أربعاتكم تحكمية فيه اتنين حكام رئيسين أداروا مغارتين نصر النهائي والاتنين الحكام الرابح هم محمود البن ومحمد عادل هم اللي فضلين يقولوا فالوضع يعني ما هواش لغارة مئلة في مين هيمسك مين هيمسك مين هيدير مطش إيه لكن القصة يعني زي ما بيقوله كده فيه مثلا عندنا في السعيد يقوله يعني المسلا الموضوع معروف ما هيش مش موضوع بس تحديد الأسماء وإعلامة أعتقد أنه ممكن وإحنا بنتكلم خلال عشر داية خلال ربع ساعة وبالتحكيم وبجميع اللي حوالي أين كان أين كان الحكام احنا بكل ما نتمنى هو عدم النظر للألوان عدم التركيز فقط فيه اطفاء العدالة أن كل فريق أخذ حق وبغض النظر عنه وقابلهم وأولهم النادي الأهلي اللي هو بيرحس عن العدالة فقط لا غير ولا ينظر إلى اللي انتشرت نادي احنا عايزين العدالة المطلقة أين كان على واللي يكسب كورة نقول له مبروك ودي الكورة القادمة اللي احنا عايزين بغض النظر عن أي شيء تاني أكيد طيب عايزة أطمن منك بقى على الفريق جاهزية اللاعبين طبعا الحالة المعنوية بعد الفوز على سيراميكا في الوقت القاتل يعني كل التفاصيل دي نطمن منك على فريق الأهلي قبل مباراة الغد خلينا أقول لها حداك النفس الكلام اللي أنا كنت بتكلم فيه مع حضرتك كنا نبارح النهاردة مارسي الكورة بتتكلم فيه الإجهات وده حقيقي فعلا يعني هو راجل ما بيسخش المباراة وبرقب كده هو بدأ الكلامه قبل ما يتكلم عن ضغط المباراة وعن الوضع الحالي بدأ الكلامه بإن إن احنا هدفنا الفوز ببطولة السوبر عشان نحطها في دولات بطولات النادي الأهلي وتكلم به ويدا درس يعني أنا أقصد معنا الكلمة إده درسي لي كيف يتحدث مدرد في مؤتمر صحفي مرسي الكورة من الممكن أن يتعرض لأشياء برضو مثيلة بما تعرض له جيمة باتشيكو المدير الفن البرتغالي اللي حتى في اعتزاره النهاردة لم يكن اعتزارا واضحا وصريحا كان كلام اللي هو يعني أنا بحترم الصحافة المصرية أنا بقدر الإعلام المصري أنا طوال تاريخي أنا مش عارف تاريخه فين لأن تاريخه ينحفر فيه مطش الأضياء بتاع النادي الأهلي والزمالك وتاريخه فيه سنة لم يحق فيها أي شيء مع برامد هناك مدربين حظاما أنا آسف إن طلعت حدك ومشاهدين قناتنا ده لعن هذا الأمر لكن هناك مدربين عظام جم الكرة المصرية في الأهل وفي الزمانك وفي الأندية تانية لم يتخطوا أو يتجاوزوا بحق نادي أو بحق جماهير أو بحق إعلامة أو حق صحافة كنت أنتظر منه اعتزار واضح ولا يقبل الشك لكن بغض النظر يكفي أنه مثلا قال أنا بالنسبة لي مش كافي لكن بالنسبة للناس بيقولوا أنه كده خلاص الرجل بدأ وقال لك أنا م وقدر صحافة المصر المهمة مرشل كولر تكلم عن الإجهات وضغط المباراة وتكلم عن أحمد نبيل كوكا وأشاد بالمستوى اللي بيقدموا اللعب وأنه هدف النادي الأهلي بكرة الفوز بالبطولة عشان يحطها في دولات بطولات النادي ما علمتم من يعني من خلال التواليس الفريق أن مرشل كولر التمرين بتاع مبارح اللي كان مغلق وتمرين النهاردة ما كانش فيه أي نوع من أنواع اللي هو مثلا التأسيمة بطول ملعب إلا حاجات صغيرة جدا مثلا مد غير عشان الإجهاد والإرها لكن اعتمد اعتمد بشكل رئيسي على المحاضرات النظرية والإعداد النفسي للفريق عشان يكون جاهز المباراة لأن الفاصل الزمن 48 ساعة فبالتالي من الصعب أن تشتغل على جمل تكتيكية وجمل فنية في هذا الظروف الصعبة على الجانب الآخر فيوتشر ممكن لما سألت عرفت الكابتن علامة يوب بيشتغل حاجة نفسي غير عادي وعمل أكتر من محاضرة مع العيبته بعيدا عن المدير الفن البرتغالي اللي تكلم بمنتهى الاحترام وهذا ما يليق بالنادي الأهل يعني هو ما قالش حاجة جديدة يعني لكن هو تكلم بما يليق بالنادي الأهل وقال لك إحنا رحيني لعب فريق متعود على أجواء ملعب في كاسعام نانبيا مش فريق بيلعب في الدور المصر بس بيلعب في كاسعام نانبيا كان ثالث عالم لسه جايب يولعب ثلا� مباريات مع فرق كبيرة جدا فريق يضم أفضل لعبين الكورة المصرية للمدير فن البرتغالي لفريق مدرني فيوتشر لكن كمان كبتن علامة يوب ما لهوا من خبراته وما لهوا من تاريخ في النادي الأهل يعارف النادي الأهل لما بيروح في المبارات الفاينال لبعنده وحتى قال جملة كده قالت من أحد اللاعبين والنادي الأهل لما بيوصل الفاينال لبعنده نهم وشراها أكتر من أي وقت ماضي يعني ممكن في الأدوار التمهيدية أو في الأدوار الأخصائية تلاقيت ممكن يعني الأمور ممكن تلا شوية لما تجمع لكل مباراة ألو طيب يبدو نحن فقدر الاتصال بالأستاذ عبدالحكيم أبو علم بس من الجانب اللي قاله في كلامه عن المباراة وفي متابعته لتدريبات الأهلي وتحضير كولر والحديث عن اللاعبين لا الحمد لله الأمور كلها مبشرة والأمور كلها جيدة إن شاء الله بإذن الله مباراة بكرة تكلل بالنجاح وبالتوفيق بعد